بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية انشاء التطبيق داخل المشروع بتاعنا يعني احنا دلوقتي هنعمل كتست كايه كتست داخل ايه داخل البروجيكت ككل خلاص فعايزك تركز معايا قوي في كل ما يخص التطبيقات في البداية في البداية يعني انا قبل ان ما انشأ حاجات فعلية واشتغل عليها هدربك الاول عليها بفضل الله زي ما عدتكم علشان نبقى فاهمين الحاجة عايزك ايدك تاخد على الاب اه طبعا الاب غير المشروع انت المشروع بتعمل عدد مشاريع اقل بكتير من عدد الابس ليه المشروع انت بتعمله وبتعمل جواه كتيرة زي ما وضحت بفضل الله كل فترة هتعمل مشروع وتعمل جواه كتيرة فلازم تبقى فاهم وما يدور حولها كويس جدا 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 خلاص اتفقنا طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه ايه وظيفتنا دلوقتي وظيفتنا ان احنا كل هنعمله حاجتين الحاجتين دول سهلين جدا 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 اح لسه مدخلناش في حاجة يعني هنعمل ايه اول حاجة هننشئ التطبيق جواه المشروع تاني حاجة ان احنا هنربط التطبيق ده في المشروع بس شنعمل حاجة تاني انشاء التطبيق بكلمتين وربط البروجيكت او ان انا اقول البروجيكت يا بروجيكت انت عندك مشروع جديد واخد بالك بكلمتين بس اوكي خلينا نفتح الشغل بتاعنا بصوا جماعة عارف عايزك تتخيل معايا كده سهولة الموضوع طبعا انت لما كنت بتنشئ بروجيكت كنت بتقول ايه بتقول ستارت بروجيكت بس الايه في الجانجو ادمين احنا دلوقتي هنقول ستارت ايب بس جوه البروجيكت بتاعنا يعني بالمنج بيوي بتاعنا خلاص فركز معايا وعايزك تركز جدا 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 فمشروعك دايما عايزك تركز في كل حاجة بتحصل فيه هنا دلوقتي انا عندي المجلدات في مجلد بيخص فيجيول سيديو كود مليش دعوة بي وفي مجلد بيخص المشروع وفي مجلد بيخص البيئة الافتراضية اهو يا عم الحج اهو اهو جوه البروجيكت الاسمه مايكافي ده جوه منه حاجات بتخص فيجيول سيديو كود مليش دعو بيها وعندي البروجيكت نفسه باعداداته بقى بالسيتنكس بي واي باليور الالز الكلام ده. في الايه? في الفولدر بنفس اسم البروجيكت. وعندي في اي ام في ده اللي هو البيئة الافتراضية. خلاص? ادي عندي ايه? اعتبر كده عندي مجلدين بس. ماليجي عبقى بده فيجول فيجول سودي كود. خلاص? هنا انا عندي ايه مجلدين? عايزك تبقى مركز. عايزك تبقى مركز. هم 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 قدامك في فيجول سودي كود انت فاتحهم. ماشي اهو. ده المجلد الرئيسي. تفتحه. تلاقي في ايه? الحاجات اللي جواها. ليه اقول لك? عشان تاخد بالك ان احنا دلوقتي هنكتب ايه? دلوقتي بفضل الله احنا هنكتب بايثون. ماشي? هنكتب ايه? بايثون. مسافة. منج دوت بي واي. مسافة. ايه يا عمي بعد المسافة? مش انت كنت بتنشئ مشروع بستارت بروجيكت اه. بس مع جانجو اب من ماليجا عو بي بقى. هنا انا عندي المانجو بي واي باشتغل بي. خلاص? فهقول له ايه يا عمي? استارت اب. وهاخد مسافة وهديله اسم الاب اللي انا عايز انشئه. انا دلوقتي هعمل اب هسميه تست للتجربة. بس كده. عملت اب سميته ايه? تست. لسه مدوستش انتر. اصبر خد بالك. عايزك دايما ان تكون مركز انت البيئة الافتراضية بتاعتك مفعلة. ها? البيئة الافتراضية بتاعتك مالها? مفعلة. وانت جوه البروجيكت بتاعك. وقلت له مسافة يعني انشئلي تطبيق جوه البروجيكت ده. اللي انا امفعل البيئة الافتراضية بتاعته. وسميلي الاب ده تست. هو بقى هيعمل لك ايه? اول انا ما هدوس انتر هيعمل لك فولدر في البروجيكت بتاعك اسمه تست. وجوال حاجة بتاعته. دوس كده انتر بقى وركز. التست بيكون في الاجتماع حاجة. خليه تست ون. يفيش اي مشكلة. دوس انتر. تست ون اهو. عمل لك ملف اسمه ايه? تست ون. التست ون ده بقى. عمل لك فولدر اسمه تست ون. التست ون ده بقى جوه منه الحاجة بتاعته. بتاعت الايه? التطبيق. خلاص? فيه اللي هتضيفه انت بعد كده. فيه اللي هتعدل عليه وتزبط جواه. اه وهكزا. ماشي? فانت هنا ايه? كده انت انشأت التطبيق. كده انت عملت ايه? كده انت انشأت التطبيق. طب وبعدين انا كده انشأت تطبيق. عايز بقى اقول للبروجيكت بتاعي. عايز اقول للبروجيكت بتاعي. يا بروجيكت. فيه عندك تطبيق جديد تم انشأه. بص تخيلها معايا كده. يعني. تخيلها معايا. يعني هحاول هحاول اخليك تتخيل. يعني مثلا ايه تخيل معايا? لو انت مثلا عندك اه شرك. خلاص? وفيه واحد صاحبك مقرب لك جدا. وجاي زورك. فانت بتروح للامن اللي هو واقف حراسة على اه الشركة. وتقول له فلان ده انت تعرفوا عليه? تدي له صورته? اهو فلان ده. اول ما يجيلي دخلوه على طول. من غير ما تتحققوا من شخصيته ومن غير اي حاجة. دخلوه على طول. اك انك بتعمل كده يعني. اك انك بقى هتروح للبروجيكت بتاعك. يا بروجيكت شفت? يقول لك البروجيكت ايه? تقول له مش انا عملت التطبيق جديد يا عمي. يقول لك ايوة مش كنت تقول لي. تخيلها معاكد. خلاص? حلوة قوي. يبقى انا كده اول حاجة انشعت التطبيق اللي هو تيست وان. اهو. جوه الماي كافيه هتلاقي ايه? فولدر اسمه تيست وان هو ده ايه التطبيق الجديد بتاعك? ده تطبيق جوه البروجيكت. حلو كده? طيب. تروح بقى للبروجيكت اللي هو المجلد جوه بنفس اسم البروجيكت ما كافيه. تفتحه. تروح بقى اللي تكلمنا عليه قبل كده بالتفصيل. ها? حلو? هتروح له بقى. في عندك انستولد ايبس. صح? فين هي? اطلع معايا ودور معايا انستولد انستولد ايبس. ايه. انستولد اندرسكور ايبس. هي دي. انستولد ايبس يا ريس. اوكي? قدامك طبعا انت هنا تختار يعني انت بدل ما تدور ممكن ايه? انا مثلا واقف هنا مثلا. اخبالك انا مثلا واقف هنا كده. ممكن افقى ادوزت هنا يا? واجي اهدور على ايه? انستولد ايبس كده. اهو. انستولد ايبس اجيبه من هنا على طول. للتسهيل يعني. خلاص? هتقيق حاجة كده في الاول اهو? هعمل ايه? هو هنا عامل ايه? ايه دي? دي لست يا عمي. خلاص? ما انت مأسس نفسك في بايسون بقى. ماشي? هتحط انت عنصر جديد هنا وهتحط لكومة. خلاص. عشان ما تنساش الكومة. وادخل بقى هنا. بص انا هقول لك التطبيق بيطربت ازاي? وهرجع فهمك. خلاص? ولا فهمك الاول واقول لك بعدين? لا خلينا اقول لك الاول. بص يا باشا. انت عملت التطبيق اسمه ايه? اسمه تست ون. صح? اهو قدامك اهو تست ايه? تست ون. خلاص هتيجي هنا. اول حاجة هتكتب اسم التطبيق بتاعك. تست تست ون اول حرف الكابيتل. بعد كده كونفج السي كابيتل. كونفج. ماشي كده? طيب. خلاص. ماشي. طيب. اوكي. تعال بقى افتح للتطبيق. وفي ملف جوا اسمه ابس دو بي واي. وجوا منه كلاس اسمه تست ون كونفج. اسمه ايه? اسمه بنفس اسم التطبيق بتاعك. بس اول حرف ايه? كابيتل. وكلمة كونفج السي كابيتل. واضح الكلام? حلو قوي. يعني لو انت مركز معي هتوصل لك. مش مركز بقى ركز في اللي جاي. ادي ملف السيتنج دو بي واي. وادي الانستولت ابس. وادي اللي انا ضيفته الجديد. احزفه خالص. احزفه خالص عشان اشرحه لك بقى. يلا. يلا. هتربطه بايه يا عمي? هربطه بالكلاس بتاعه. اللي هو بنفس اسمه بس اول حرف كابيتل. تست ون وكونفج السي كابيتل. كونفج. اه. ارجع بقى ورا. ايو ارجع ارجع ارجع. ارجع. احط دوت. ارجع. 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 يا تست ون كونفج. انت فين? راح اتردد عليك قلت لك. انا في ملف اسمه اابس. خلاص كده? ارجع تاني. ارجع 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 ارجع. احط دوت. ارجع. ها? يا اابس. انت فين يا عم الابس انت? انت ملف الابس انت فين? قال لك انت ما تعرفش ان انا في اسمه تست ون. بس كده يا رئيس. ادي شرحها. ادي الربط. كده انت بتقول البروجيكت بتاعك يا بروجيكت فيه ابل كيشا مدخيل عليك جديد? لسه انشأته. وهو ده. وصلت الفكرة. الموضوع بفضل الله سهل جدا جدا جدا. خلاص? حلو قوي. بس خلاص. كده التطبيق تم انشاؤه داخل البروجيكت الخاص بك. كده احنا عملنا create application في البروجيكت بتاعنا. وعملنا ربط اضفناه في الانستولد اابس الموجودة داخل المشروع. الاشتراك والنايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا. بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وتتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وتأكد طواب على كل حاجة بتنشرها من الياس.